وصلنا لليوم الثالث من دورة اليسوبان وعرفنا تقريبا نصف المتأهلات للدورة الثالث مش نشوفوا دونك اليوم كالعادة ملخص بتاع اليوم الثالث من دورة اليسوبان ونزجابر فانس الوورد رحموا بكم اليوم اكيد ما تماش برشا احداث صارت في اليوم الثالث لكن ثم المباراة اللي انا نعتبرها تم مباراة منتظرة برشا اللي كانت ما بين كوكوكوف وميرا واندريبا مش نحكو عليها شوية بالطبع عزادة بش نعطيكم مجمل النتائج اللي صارت اليوم ولي بتدو سيري وكان ثم ادي سوربريز تاولا حكو عليها لكن بش نبداو اولا بالتدريبات متاع أونس جابر اليوم حيث اليوم رينا أونس جابر تعرف ثم سيت اوفيسيال متاع دورة اليسوبان حاطينا 5 براكتيس كورت اليوم في البركتيس كورت الغان شوفنا أونس جابر تتدرب اسبيران وانها بصيفة طبيعية هي ظاهرية منها تتدرب بصيفة طبيعية إن شاء الله إن شاء الله من هنا الغدوة تكون ترجع منها في صحة جيدة ننتظروا منها في الحالة هذي مباراة كبيرة ضد اللعب نوسكو أيضا مبدئيا أونس جابر بش تلعب بالماريول هذي هدوه ما هيش بش تلعب بالماريول لك حد نرمال ما هذي الماريول الي بش تلعب بيه أونس جابر ومش كان أونس جابر وفي الحقيقة جميع اللاعبين اللي يلعبوا بعلامة لوتو دونك إنتي لاقن مدو زين تور بش يلعبو بالتوني هذي بخ نمشيو دونك كما قلنا للمختلف النتائج وبش نقفو بالتباع في النتائج الأهم دونك نبدو بش فيان تيك دون اللعب غافريلوفا تعدات لكن صحيح ربحت دو ساتة زيرو سي ستر و سي سكاتر لكن المسألة رهي ما كانتش بالسهولة هذي صحيح هي كسرت الإرسال متعمونة فستها خمسة مرات على ستة فرص جاتها متع كسر خمسة مرات كسر الإرسال متعمونة فستها لكن اللعبة غافريلوفا تمكنت من كسر إرسال إيجاج فيون تاك تلافة مرات على تلافة فرص جاتها لكسر الإرسال يعني اليوم إيجا كسر الإرسال متاحة ثمارات ذاك بش يوريلكم وانو الماتش له كان فريمان سيري يعني عمالين كان ربحت إرسال كسر في كل مجموع وتقريبا وفعليا هو هذي اش صار دايار اليوم تميزت جيون تاك بالريسبسيون كانت الريسبسيون متاحة ممتازة ياسر وذاك اللي عاونها بش تكسب الماتش متاحة وحاجة أخرى عاونتها هي كثرت لدبلفات متاع دارية غافريلوفا دونك أنا نقول وانو الماتش اليوم غافريلوفا خسرته بسبب الخوف من جيون تاك كانت راهي ند حقيقي لإيكاج يون تاك وكما قلت لكم نتيجة ستة ثلاثة ستة أربعة راهي ربما تغلط شوية وحال دي تصور وانو متش كان سهل بالعكس ما كانش متش سهل وما كانش زادة متش صعب برشة رواه حق ما كانش متش صعب ياسر لكن غافريلوفا هو الرات وانو عندها قدرات لو كان امنت بخوضوها وما خافتش من انك جيون تاك كانت ممكن تقلقها أكثر منك لكن جيون تاك كان ديما نقول لها تقود جيون تاك انسويت في نتيجة مفاجئة نوع الماء اللعبة لينزو تواصل النتاج المتميزة متاعها تربح ازارينكا اون دو سات سيست رواه سيست رواه فريمون معناتها بل ريزولتات بالنسبة لينزو وكارولينا ميكوفا كي عادتها في البريود الاخرقل مردود متميز تربح ضد مكدينينا فريك بنتيجة ستة ثلاثة ستة ثلاثة هاي المفاجئة طب لعبة تاونزند الامريكية توطيح بياتريز بيا حداد اختصاصية ثلاثة مجموعات تخسر في زوز مجموعات بنتيجة سبعة ستة سبعة خمسة في المجموعة الأولى خسرت سبعة واحد تاونزند اللي تتميز ببنية جسدية استثنائية تمكن الضنك اليوم في طرح تري 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 سيري 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 على الأخر قدمت مردود خرق للعادة لعبة تاونزند ضد بياتريز ما يحدد وأطاحت بها ما ترنوها بنتيجة تعدت تعدت حتى هي نتيجة ستة ثلاثة ستة ثلاثة ديزون بالراحة بالراحة ماتش مرتاح بالنسبة لبنتيج كان اليوم بش نتعدل ماتش متاع غوفون دريفة بش نارجع نحكى عليه بعد شوية لعبة كريستية تعدت لوجيكمان ضد كينسكايا ستة ثلاثة ستة أربعة وكريستية رهي لعبة تريز انتريسانة لعبة نتعجبني ياسر في ثبات متاحها سورتو وانفان ريبا كان من حسن حظها وانها ما غير تعديد ضد اللعبة تومنا لوفيتش اللي اللي انسحبت قبل المباراة ونرجع نحكي شوية على الماتش دي جور اللي هو الماتش مبين اندريفا وكوكوغوف تفرج فيه ماتش فريمون حلو ياسر ميرا اندريفا عملت كل ما في وسعها في الماتش دي لكن كوكوغوف اليوم كانت متميزة على الاخر على الاخر على الاخر هجوميا خصوصا فريمون كانت اكسبسيونال اليوم لعبة كوكوغوف غير في الماتش متاحها اليوم كوكوغوف ما عملتش برشا غلط ما عملتش برشا اخطاء مباشرة حتى اندريفا ما عملتش برشا اخطاء مباشرة زوز ما عملوش برشا اخطاء مباشرة مقبول عدد الاخطاء مباشرة منهم لكن باش تميزة لعبة كوكوغوف على اندريفا هي بكن نزع الهجومية متاحها وعدد الوينرز اللي كسبته في الماتش قدام الوينرز اللي كسبته مع اندريفا يفسر كل شي تقريبا 24 وينرز لفيد كوكوغوف مقابل 7 فقط لاندريفا وذي يوري وانه كانت ماسكا فريمونت بثمان المبارات وكانت هي اللي كدومين اللي زي شانج وكانت اكثر عندها نزعة هجومية كبيرة ياسر وصورتو اللي عاونها كوكوغوف هي الثبات متاحها في الارسال الارسال متاحها صحيحة نصف الارسالات متاحها بارك تعداوا لكن اذا تعدى البرومي سيرفيس غالباً ما تربح النقطة وفي صورة ما وانه ما يتعداش البرومي سيرفيس فانه دوزيان سيرفيس متاحها ما هوش خايب كمان حتى سيرفيس راو فريمون مش خايب بكل وحاجة اخرى كانت مهمة ياسر كانت مؤثرة ياسر منها اليوم بالنسبة لكوكوغوف هي في اغلب المرات وين تبدأ عندها بالدو بريك تربح على خمسة مرات تحصل على 5 بالدو بريك تحصل عليهم مركاتة اربعة مع وذيفري مع نسبة مرتفعة ياسر بار كونتر اندرييفا تحصل ثلاثة مرات على بالدو بريك ربحت كان واحدة بارك وذلك يوضح الدوميناسيون بتاع كوكوغوف اليوم قدام اللعبة اندرييفا مع العالم واندرييفا راه هي اصغر لعبة في top 100 اصغر لعبة على الاطلاق في top 100 وترتيبها الحالية قدمت تراوة بالانتصار متاحة في ترتيب متاحة جديد تقريب 57 لتوى واكيد اكيد في البريراد الجاية مش تزيد تقدم اكثر واكثر وكيما قلت لكم هي بتضبط عمرها تاو اندرييفا وكوكوغوف نرجع الانسجابر والماتش غدوة متاع السنجابر انسجابر غدوة مش تلعب في الليل احتمالي واخر شوية الماتشة ومبدعين البريفيو العشرة متعلي لكن احتمال انت والماتشوات اللي قبلو مش قبل 9.5 لذي مؤكد خطر كما تعرف في تينيس تدبان الماتشوات اللي قبل مرة اخرى اتمنى الحظ الموافق لانسجابر المهم ان شاء الله تكون في صحة جيدة ومحاول لها في مكان خير كنت معاكم ولد بالحجم التونس شكرا على المتابعة الى اللقاء